السلام عليكم ليكيب اليوم أجدكم فيديو جديدة والفيديو هادية على أفضل مسلسلة الكورية التي تقدروا تشوفها قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تنسوا جنفلا فيديو لحقوها 300 جنف برو راسكم و لا تنسوا أن تابوني و توك تيفي و لاك روش لحقوكم لفيديو جديد إن شاء الله بسكنانا كل سمنا ندروا فيديو نقول لي واللي سيرين نبدأ براسير الليلة اللي هي بلاك نايت من تمثيل كيم وو بين فيها سيزن واحدة وتتكون من ستة حلقات و القصة تلك الفيلم في عالم ضماره التلوث و نقص الأكسيجين يقاتل مجموعة من عمال التوصيل في شبه جزيرة من أجل إيصال شحينات فيها الأكسيجين إلى الناجين و محاولة إنقاذهم لمسلسلة هذه الفكرة اللي أجبني بزاف ممثلين داروا الدور ديرهم ملاح الأخرى جود صوير كانوا ملاح سي جي آي كان قوة الحاجة اللي لم أجبني بزاف هي النهاية و حسيس بلي كانوا قادرين يديروا حاجة أخرى منها ككك و يزيدوا في زي بيزوت كتر و يخدموهم بالعقل ما يزربوش فيهم و التقييم الشخصي لهذا المسلسل هو سبعة ونصف من عشرة نروح للأسير الدوزيام وهي فاقابون من تمثيل لي سونججي فيها سيزون واحدة و تتكون من 16 حلقات و تدور الأحداث في إطار من الجريمة و الدراما و الغموض حيث يعتزم مؤدي المشاهد الخطيرة دالجون اكتشاف خبايا موت ابن أخيه في حادث تحطم طائرة بمساعدة العميلة السرية جو هايري هذا كان من أفضل مسلسلات الدراما التي رأيتها في العوامل الآخرين و المشاهد الأكسيون كانوا قوة بزاف و الممثلين كانوا ملاح و القصة كانت متربطة مئة بالمئة لحاجة اللي ماجحة بتنيشية كما كملوش لافان تسمى نرمال ما تكون هنا سيزون دول لكن ما داروهاش و لا سيري هادي خرجت في 2019 ان شاء الله يكملوها بسك سيري تستهل بزاف السيزون و التقييم ديالي الشخصي لهذا المسلسل في دور احداث المسلسل الكوري حول امرأة تعرضت لاعتداء مراوعة في المدرسة التانوية وبعد مرور سنين تعودتوا لي باش تنتاقم المتنميرين في طفولتها لضم روحيتها و هنا تبدأ بتنفيذ مخطط انتقام محكم باش تجعلهم يدفعوا التامنة على الجرائم ديالهم الإطارة و الغموض في هذا السيري كانوا قوة والحاجة اللي راح تعجبكم بزاف هذا المسلسل هو الغموض اللي كان الممثلة الرئيسية بدعت في الدور ديالها والحاجة اللي اعجبني بزاف هي تطور الشخصية الرئيسية كيف كانت وكيف شولت راح تحسو شوية بالتامات والفلاسيري ثم شوية تقيلة لكن هذا كان بناء للشخصيات ثم ما ماشي حاجة نيغاتيف والمسلسل هذا كان من اكثر المسلسلات مشاهدة لسنة 2023 في نتفليكس و ليش في المسلسل هدايا يمكننا رأيها في الكومنتر والتقييم للشخصي لهذا المسلسل هو 18 من 10 نروح للمسلسل الرابع وهو ماوس من تمثيل لي سونجي فيها سيزن واحدة وتتكون من 20 حلقة وتدور احداث الدراما حول جونج باروم شرطي شجاع تتغير حياته حين يواجه قاتل المتسلسل المختل العقليين الممثلة هذا كل عادة مبدع في قائل ادوار اللي قدام وننصحكم بشوفوا قائل في الموري سيري ديالو لا سيري هادي ما فيهاش تاماطول الاحداث سارعة وليحبوا الدراما والاكسيون ومسلسل هدا راح يعجبكم بززاف تصوير والاخراج كانوا ملاح والمسلسل هدا ما فيهاش بززاف غلطات تمانا قدروا نقروب لي المسلسل هدا من افضل المسلسلات الكورية اللي تقدروا تشوفوها والتقييم ديالي الشخصي لهذا المسلسل هو ثمانية ونص من عشرة نروح لمسلسل رقم خمسة والاخير اللي هو من تمثيل اهان هيو سيوب في سيزن واحدة ويتكون من 12 حلقة القصة تلك المسلسل تنجح امرأة متقالة بحزن عميق في الصفر الى عام 1998 باستخدام شرائط الموسيقى والتم تتلاقى بشاب اللي يشبه الراجل هاللي يمت وهنا تبدأ الاحداث تلك المسلسل اللي يحبوا الافلام تلك السافر عبر الزامن وهاد لافايس لازم تشوفوا هاد المسلسل الكمية الغموض اللي فيه والفوضول اللي رح يخليك تشوف هاد لاسيري حلقة مول حلقة وتبقى تستنى وش رحي سراء وانا اقول لك اخي المشاهد بلا ما تسي تخمم وموش رحي سراء ولكن لن تعرف بلا متى يروحك الاحداث تلك السرياء والقصة متربطة مليح اللي كان يكتب فيها السير كان ضاربك لا شيء من الاخر والاخراج والتصوير كان مليح وهذا كان من افضل المسلسلات الكورية اللي شفتها هذا العام والتقييم للشخصي لهذا المسلسل هو 9 من 10 بوليكيب قبل ما نكمل الفيديو لا تنسوا تدعو الخاوتنا الفلسطينيين اللي راهم عايشون في مأساة كبيرة و لا تنسوا تدعو الخاوتنا اللي ماتوا في سبيل الله ربي يرحمهم و ان شاء الله يكون معهم لحقنا اللي فانتع هاد الفيديو ليشافوا واحد من هاد السيري يعطينا رايو فيها في الكمونتر و ما تنسوش ديرو ناجم في الفيديو اذا عجبتكم بي انسير برطاجها مع صاحبك خلينا كومونتر شباب و اذا راك مابوني اكتيفي لاكلوش بشي اللي حقوكم الفيديو جدد و اذا ما راكش مابوني اابوني واكتيفي لاكلوش بي انسير و ما تنسوش كل سمانة فيديو سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة